السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم احمد رجب والتحليل الاسبوعي للبارسة السعودية من يوم 29 سبتمبر حتى يوم 3 اكتوبر ان شاء الله يكون اسبوع موفق عليكم جميعا بازن الله هنبتزي اول حاجة بالمؤشر العام المؤشر العام طبعا خلال تدولات الاسبوع الماضي شفنا ارتفاعات واختراك لمنطقة العرض اللي اشارنا لها سابقا عند مستويات الاثناشر متين اربعة وتلاتين لاثناشر تلتمية وتلاتاشر واغلق معنا الاغلاق الاسبوعي عند الاثناشر الف تلتمية اربعة وسبعين بالاغلاق ده انا شايف ان هو هيستكمل الصعود طبعا هنا اخترك يوم الخميس المنطقة يوم اه يوم الاربع عفوا يوم الخميس نزل عمل اعادة اختبار واستكمل الصعود عشان كده انا متوقع ان احنا هنشوف السمرار للصعود للمؤشر العام ان شاء الله خلال الفترة القادمة هيستهدف الاثناشر الف ربعمية سبعة وستين وفي حالة الاختراك هيكون عندنا الاثناشر ستمية وستين ثم الاثناشر تمنمية وتمانين طبعا يلغى التوقع بالصعود في حالة الاغلاق مرة تانية اسفل منطقة العرض السابقة اللي حاليا تحولت منطقة طلب وبالتحديد تحت الاثناشر متين اربعة وتلاتين ده بالنسبة للمؤشر العام. خلينا نشوف اهم الاسهم عندنا اول سهم ادريس ادريس طبعا ارتفع معانا بصورة ممتازة كنا اشارنا ليه قبل كده لما اتسألت عليه وقلت انه هو عند منطقة طلب قوية عند المية وستاشر للمية وعشرين وبالفعل ارتد منها ووصل للمستويات المية تسعة وعشرين تمانين وجاب كمان المية وتلاتين وبعدين رول المية واحد وتلاتين وبعدين بدأ يهبط جاب المية واحد وتلاتين يوم الخميس ولكن منطقة العرض اللي هو واقف عندها وقفته وما قدرش انه هو يختارك المنطقة دي ويغلق عليها. الفوليوم اللي دخل في السهم يوم الخميس الماضي كان فوليوم قوي وفوليوم عالي مقارنة طبعا بالايام السابقة. فعشان كده انا متوقع انه هو هيتم اختراك المنطقة دي مع اختراك المية تسعة وعشرين تمانين والاغلاق عليها. هنتبعه على فريم الساعة مع بداية الجلسة يوم الحد ان شاء الله. هنشوف مع بداية الجلسة هيعمل ايه? هنلاقي انه هو لو اخترق المنطقة دي واعاد اختبارها وفضل ثابت اعلاها. هيكمل مع الحد المية اربعة وتلاتين اربعين. وعندي اهداف كبيرة على سهم الدريس. خلينا نشوفها مع بعض على فريم اليومي تاني. اهو. هيكون عندنا المية اربعة وتلاتين اربعين كمستهدف اول. واهدافي تصل للمية سبعة واربعين تمانين بازن الله. ننتقل لصناعات كهربائية. الصناعات كهربائية الحمد لله طبعا اه من بعد ما نزلنا التحليل وحتى الان يعني محقق معانا نسبة كويسة جدا بعد الشمعة دي طبعا محقق معانا حتى الان تسعة في المية. متوقع لسه استمرار الصعود لسهم السناعات كهربائية بازن الله. لسه عنده مستهدفات لحد التمانية ريال وسبعتاشر هللة. ولو تم اختراق التمانية سبعتاشر يروح للتمانية اربعة وستين. فمستمرين مع سهم السناعات كهربائية بازن الله. ننتقل ليه معادن. ومعادن برضو. الحمد لله الناس اللي امتبعاني. كنا قيلين على معادن. بقى لنا فترة كبيرة. انه هو عند منطقة طلب قوية. منطقة الطلب دي عند الستة التمانية وتلاتين ستين للاربعين ريال. والحمد لله صعد منها حتى الان عشرين في المية. ولو تفتكروا لما نزلتلكم وقلتلكم السهم ده هيبقى سهم ممتاز وهيجيب حوالي اه خمسين في المية او خمسة واربعين في المية من المنطقة دي. يعني هو حتى الان جايب عشرين في المية. وهدفي لحد المنطقة اللي فوق هنا. اللي هي تقريبا عند السبعة وخمسين ثمانية. نحن بنكلف حوالي اه تمانية واربعين ستة واربعين سبعة واربعين في المية في الرنج ده. لكن الستة وخمسين في المية كانت من المنطقة دي. قلنا حتى لو قسر المنطقة دي هنعز الشرة من هنا. وهدفنا هيكون لحد هنا اللي هي حوالي ستة وخمسين في المية. فعشان كده انا مستمر مع سهم معادن والسهم ممتاز. ولسه مستمر في الصعود. ولكن ما نصحش حد يدخل دلوقتي. يعني بعد ما السهم ساعد عشرين في المية عايز تدخل لا ازبر لحد ما يصحح. طب هو ممكن يصحح لحد فين? ممكن يصحح لحد الخمسة المنطقة اللي ما بين الاربع واربعين ثلاثين للخمسة واربعين خمس عشر. ومنها يستكمل الصعود. فلو نزل لهنا وصحح لحد هنا يكون فرصة كويسة. بس بزهور برايس اكشن ان شاء الله على السم. مستهدف لحد الستة وخمسين اربعين للسبعة وخمسين تمانين. ننتقل لسهم صدر وسهم صدر برضو. الحمد لله كان ماشي مع التوقعات. وآآ صعد معنا يوم الخميس بفوليوم عالي حوالي تلاتة ونصف المية. ولسه مستمر برضو مع سهم صدر بازن الله وهدفي التلاتة سبعين. ولو تم اختراق التلاتة سبعين هنروح للتلاتة خمسة وتسعين. ثم الاربعة تلاتة وعشرين. ننتقل ليه نسيج? نسيج برضو عمل اداة ممتاز جدا الاسبوع الماضي واغلاق كويس جدا. ولسه شايف ان سهم نسيج برضو هيستمر في الارتفاع بازن الله. بس بشرط انه هو يخترق مستوى التسعة وسبعين. انا كنا قيلين قبل كده لو اخترق الاربعة وسبعين هيكمل. وفعلا بعد ما اخترق الاربعة وسبعين كمل. احنا عندنا دلوقتي الاتسعة وسبعين. لو اخترق المستوى ده هيكمل معنا لحد الاتنين وتمانين ثم الستة وتمانين والثمانية وتمانين خمسين. اكوا باور المعلم بتاعنا. والسهم اللي انا بحبه جدا. والحمد ده وطبعا السهم ارتفع تاني رغم كل الناس اللي كانت بتقولوا والسهم سعره مبلغ فيه والسهم الحمد لله حقق معايا الهدف اللي انا حطه بقى لي اكتر من شهر ونص او شهرين على سهم اكوا بار اللي اشترى معايا من التلتمية تمانية وتمانين محقق خمسة وعشرين في المية اللي اشترى معايا من التلتمية تمانية وتلاتين او تلتمية واربعين محقق تلاتة واربعين في المية فمبروك لكل اللي استفاد ودلوقتي وضع السهم يعني انا جنيت جزء كبير من الارباح بتاعتي على سهم اكوا بار لانه هو وصل لنقطة مكاومة قوية نقطة المكاومة دي عند الربعمية تلاتة وتسعين فعشان السهم يستكمل الصعود لازم يختارك الربعمية تلاتة وتسعين طيب لو اختارك الربعمية تلاتة وتسعين واغلق عليها ساعتها هيكون عندنا اهداف اه لحد الخمسمائة سبعة وتلاتين ثم الخمسمائة اربعة وتسعين والاهداف قد تمتد لحد السبعمية سبعة وخمسين بازن الله ننتقل ليه البحر البحر يساعد معنا برضو من المنتقل اللي اشارنا لها لكن يوم الخميس بدأ يتراجع شوية وعمد شمعة اه انعكاسية قوية لان كان عندنا اه نقطة مكاومة نقطة المكاومة دي هنا اهو اهو قرب منها وبدأ يتراجع فلازم اه وهنا كمان اهو النقطة دي فعندنا المنطقة ما بين ال تمانية وعشرين خمسة واربعين للتسع وعشرين خمسة وعشرين لازم يتم اختراق المنطقة دي على الال التمانية وعشرين خمسة واربعين ساعتها يستكمل التسع وعشرين خمسة وعشرين ثم التلاتين خمسة وتلاتين ده بالنسبة للبحر ننتقل للبلاد اخترق معنا سهم البلاد نقطة مقاومة قوية والمفروض ده الهدف الاول السهم حققه الحمد لله مكملين معي لحد الواحد واربعين خمسة وتلاتين ده المستهدف القادم بتاعه بازن الله سهم راسن سهم راسن برضو الحمد لله صعد معنا بقوة وما زالت شايف ان سهم راسن رايح للهدف الاخير بتاعه عند التمانية وستين خمسين للسبعين تمانين طبعا السهم حاول يكسر هنا مقدرش رجع كسر هنا بعدين ما اعادت الاختبار رجع تاني فده كان كسر كاذب طلع الناس صنع السوق طلع الناس من السوق خد الكميات بتاعتهم طلع بالسهم مرة تانية ومكمل لحد ان شاء الله التمانية وستين خمسين للسبعين تمانين اسمنت الجوف دي كانت توصية نزلتها الحمد لله على الجروب الخاص والحمد لله حتى الان حقق معنا يعني حوالي ثلاثة في المية مستمر مع السهم بازن الله لحد الهدف الاول عند الحداشر اتناشر ولو اخترج هيكمل معنا لفوق وعند اهداف لحد الاتناشر اربعة وسبعين ننتقل لسلوشنز برضو سلوشنز كنت نزلته وقلت سهم كويس والحمد لله سعد معنا يوم الخميس بس حوالي ثلاثة في المية ومستمر مع السهم لحد التلتمية وتلاتة لو خرج برا النطاق العرضي ده اللي ما بين المتين اربعة وستين للتلتمية وتلاتة او ده نموزج مستطيل لو السهم خرج برا النطاق ده هنشوف سهم اللي فوق وممكن يستدف التلتمية تسعة وخمسين وعلى المدى المتوسط ممكن نشوف الربعمية وتسعة سهم الخرايف برضو كلمنا عليه وقلت ان السهم سعد والحمد لله سعد شوية ولكن مش بالصعود القوي اللي انا منتظر وهو طبعا هنا عامل فوليوم عالي جدا بعد الفوليوم العالي بيحصل تصحيح دايما فعامتا انا شايف ان السهم مازال اه وضعه ممتاز الاغلاق الاسبوعي اغلاق ضعيف جدا ولكن السهم اه اوفر اول في اتجاه سعد وماشي برضو في اتجاه عرضي ايه يعني هو اتجاه سعد بعده بدأ اه الاتجاه العرضي ده اللي هو رالي بعدين بيز ده البيز ان شاء الله يتبعه رالي تاني بس الرالي التاني ده هنشوفه باختراك المية تسعة وتسعين حاليا احنا جوة اه نموزج المستطيل او الاتجاه العرضي وعند منطقة طلب ودينا برايس اكشن شامعة ابتلاع شرائي عشان كده اشترينا في السهم فالسهم ان شاء الله كويس هيستدخ يعني قريب جدا المية تسعة وتسعين ويلغى طبعا التحليل بكسر المية تلاتة وخمسين والاغلاق اسفلها سهم الوبريف برضو سهم الوبريف حاليا ماشي في اتجاه عرضي قوي عنده نقطة مقاومة عند المية تلاتة وتلاتين ستين لو اخترق المية تلاتة وتلاتين ستين واغلق عليها نشوف ارتفاع قوي على السهم بازن الله سهم ينساب طلع معانا اخيرا برا الاتجاه العرضي اللي ماشي فيه بقاله فترة كبيرة ينساب ماشي في اتجاه عرضي يعني احنا بنتكلم من هنا كمان من شهر عشرة الفين تلاتة وعشرين بداية شهر عشرة الفين تلاتة وعشرين والسهم ماشي في نموذج المستطيل اللي انا حط ده اخيرا اخترق الاتجاه العرضي وعمل اعادة اختبار وما اغلقش تاني اسفل او داخل النموذج عشان كده انا متوقع ان السهم ينساب هيكون ليه اهداف قوية خلال الفترة اللي جاية بازن الله الاهداف دي قد تصل للتسعة واربعين خمسين بازن الله ننتقل للسهم التالي باتك سهم باتك برضو ارتفع معانا ارتفاع ممتاز واخترك معانا نقطة مقاومة عند الثلاثة تمانية وسبعين متوقع ان السهم باتك ان شاء الله لسه ليه ارتفاع الارتفاع ده هيستهدف ايه هنشوف حالا سهم باتك ممكن يوصل معانا لحد الاربعة خمسة وسبعين ثم الخمسة ريال واتنين هللة فدي هتكون الكمة التاريخية بتاعته اللي ما وصلهاش يعني مسلا الاربعة تمانية وسبعين ما وصلهاش من الفين وستة والخمسة ريال واتنين ما وصلهاش برضو من شهر اتنين الفين وستة فعشان كده هتكون نقطة قوية جدا شايفين السهم لما وصلها هنا اهو اهو بص السهم لما وصل لها هنا عمل ايه نزل بقوة ازاي او لما وصل للخمسمية واتنين الخمسة ريال واتنين نزل بقوة هنا لما وصل للاربعة تمانية وسبعين نزل بقوة برضو فعشان كده نخلي بالنا اه وبازن الله يجيبهم الاول يعني يطلع ويوصل للاهداف دي وبعدين نفكر في البيع ده بالنسبة لسهم باتك طبعا اه اه احنا متوقعين الصعود ولكن يلغى التوقع بكسر التلاتة تمانية وسبعين والاغلاق اسفلها الابحاث والاعلام كان عامل نموذج مسلس صاعد تم اختراق النموذج واغلاق اعلى متوقع يعني هو كمان عمل اعدة اختبار اخترك هنا ونزل عمل اعدة اختبار وقفل معي يوم الخميس بشامعة ابتلاع شرائي عشان كده انا متوقع ان سهم الابحاث والاعلام ان شاء الله عنده هدف ما بين التلتمية خمسة وعشرين للتلتمية خمسة وتلاتين بين داود عندي نموذج هارمونيك نموذج الهارمونيك ده نموذج آآ سلبي يعني ايه سلبي يعني لما يكون النموذج ساعتها بتوقع لو زار بعد اكتمال النموذج ممكن يرجع تاني للهبوط تمام طيب النموذج ده بيقول ايه النموذج ده عشان يكتمل هيوصل السهم لحد التمانية تلاتة تلاتين بس هو دلوقت يوقف عند نقطة مقاومة عند السبعة ستين لازم يخترق السبعة ستين لو اخترتها هيوصل للسبعة تلاتة وتمانين لو اخترت السبعة تلاتة وتمانين الطريقة هيبقى قدامه فاضي للتمانية تلاتة تلاتة تلاتين طيب لو مظهرش برا....その trip strategy ي first and the price action من تمانية واحد وستين. وممكن الاهداف تمتد لحد التسعة اربعة وسبعين. سهم المنجم. المنجم طبعا الحمد لله كان من القاسم برضو اللي خدنا فيها ربح كويس جدا. سهم دلوقتي بدأ يتراجع. آآ يعني اتمنى ان هو يعمل تصحيح. على الاقل للحد المية وعشرة للمية وتلات عشان نقدر ندخل فيه مرة تانية هتكون فرصة ممتازة. لو نزل هنا وبدأ يدي برايس اكشن ان شاء الله. سام سناد القبضة حقق كل الاهداف الحمد الله اللي احنا كنا محددينها. المفروض دلوقتي عند منطقة عرض ما بين الخمستاشر تلاتين الخمستاشر اتنين وخمسين. لسه مداش اي اشارات للهبوط. فلو ادانا اشارات للهبوط آآ من هنا نجني جزء من الارباح لحد اما يخلص التصحيح ويطلع يكمل صعود لحد الستاشر تمانية واربعين. وممكن كمان لحد السبعتاشر تمانية وتمانين. اخر سهم معي دلق الصحية. السهم برضو ماشي في اتجاه آآ عرضي بقاله فترة. اهو نموذج مستطيل. آآ هنتظر مع بداية الاسبوع ان شاء الله يتم اختراق الاتجاه العرضي ده. نقطة المكاومة عند الماية تسعة وستين اربعين. لو اخترك او اغلق عليها. يكون فرصة ممتازة على سهم دلق الصحية. يستهدف السهم من خلالها ان شاء الله او بعد اختراق النموذج ده المية تسعة وسبعين تمانين. والهدف التاني مية تسعة وتمانين. ثم المية اربعة وتسعين. وبكده اكون انتهيت من التحليل الاسبوعي. للمؤشر عام واهم الاسهم في البورصة السعودية. اتمنى اكون افضتكم. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لو بتبعينا على تيك توك. ولايك وسبسكرايب على اليوتيوب. وتكون سبب في افادة غيرك. شكرا لكم والسلام عليكم.